صار اللجوء إلى بنوك الطعام في بريطانيا أمرا معتادا وبات كثيرون يعتمدون عليها في توفير احتياجاتهم الأساسية بعد التضخم المستمر الذي شهده الاقتصاد والذي أدى بدوره لانخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار بشكل لا يقدر كثيرون على تحمله أما في قطاع الضيافة فالأمر أصعب وأكثر تعقيدا لا يمكن أن نعمل في الضلام نحتاج كهرباء طوال الوقت ندفع حاليا ستة آلاف جنيه استرليني شهريا ولا يمكن أن نمرر هذه الزيادة للمستهلكين ورغم الحد الأقصى لفوتير الكهرباء الذي أعلنته الحكومة سابقا فقد تراجعت عن هذه الخطوة مع تولي ريشي سوناك رئاسة الوزراء وهو تراجع أقرت معه الحكومة بأن المواطنين خاصة المشروعات الصغيرة سيتحملون عبءا ثقيلا خلال الفترة المقبلة لا يمكن أن تواصل الحكومة إلى مال نهاية في تعويض الارتفاع في فواتر الطاقة ولكن ما نستطيع عمله هو السعي لخفض التدخم عن طريق خفض الانفاق العام صدمة جديدة إذن للأسر التي تسعى لتوفير احتياجاتها الأساسية خاصة مع تقارير اقتصادية حديثة تشير إلى أن الأزمات المالية ستتواصل خلال العام الحالي وستؤدي إلى انخفاض في دخل الأسرة المتوسطة في البلاد يصل إلى أكثر من ألفين جنيه استرليني سنويا ومما يزيد الأمر سوءا أن معدل الزيادة في الرواتب لا يتلاءم مع معدلات التدخم الهائلة مما يرغم الكثير من الأسر البريطانية على إعادة ترتيب أولوياتها والتخلي عن الكثير من الاحتياجات الأساسية مقابل احتياجات أخرى أكثر أهمية أشف سعد سكانيوز عربية لندن